الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله قال كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله مو بنت النبي النبي يحتاج للتنبيه على فضل لا إله إلا الله ولذلك الشيخ محمد معد الوهاب له وجه استنباط مديع في رسالة بعثها إلى بعض أصحابه قال انظر إلى قول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذن قالها له في سورة مدنية وهو قد دعا إلى التوحيد ثلاث عشرة سنة في مكة شف الآن ثلاث عشرة سنة وش يسوي في مكة يدعو إلى التوحيد يعني علم التوحيد واعتقاد معناه وعمل به ودعوه إليه وفي المدينة أنزل عليه سورة محمد وفيها فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم فأنت ما تحتاج إلى تذكرك بهذا وتنبيهك بهذا مرة بعد مرة بعد مرة ولذلك الناس الذين يتفوهم بمثل هذه الكلمات التوحيد فهمناه والناس كما تعرف التوحيد والبلد على خير إلى آخر هذه الكلمات أنتم ما نكون بخير من محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد ويعمل به ويعتقد معناه ينزل عليه فاعلم ولا فاعلم فاعلم تنبيه له هو ولغيره بعده أنه لا إله إلا الله هذا يدلك على الحاجة إلى التوحيد أنك مرة بعد مرة ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كلام الله وهذه المسائل من مسائل التوحيد ليست من جنس الكلام اللي للمطاوعة فقط بل هذا يحتاجه الناس جميعاً الناس كلهم يحتاجون للتوحيد وأنك تكرر عليهم مرة بعد مرة بعد مرة حتى يثبت في قلبك أنت ويثبت في قلوب الناس كيف طالب علم ما يعلم الناس التوحيد تجده يدرس فقه ويدرس حديث ويدرس كذا ويدرس كذا وليس أنه يدرس بالتوحيد لا علم التوحيد وحتى دروسك تلك التي تدرس فيها تلك العلوم الأخرى اجعلها سبيلاً إلى تعليم الناس التوحيد كرر هذه المسائل على الناس حتى لا ينتشر الشرك فيهم يا إخوان قبل سنوات أحد المساخ يذكر رعى بيت جديد وإنسان يذبح خروفين أسودين عند الباب وسائله نزل وسائله قال هذا وقالوا أن بعض المشايق أن هذه تطرد الجن عن البيت الجديد إن شاء الله فالناس يحتاجون تكرير هذا مرة بعد مرة بعد مرة وأيضاً يحتاجون إلى تعليمهم بالطريقة التي تنفعهم ما تجي للعوام وتهون التوحيد وتهون الشرك تقعد يتفصل للعوام وتقول لهم إن كنتوا تقصدون كذا فهو شرك أكبر وإن كنتوا تقصدون هذا فهو شرك أصغر يقولون مباشرة لا لا يقولون لك الشرك الأصغر هذا يعني يخرج من الإسلام تقول لهم لا يقولوا خلاص الحمد لله إنما لا يصد هذا الإنسان ما يهون الأمور هذه عند الناس لا يعظمها عليهم ويجعلها تقيلة عليهم حتى لا يتسلل الشرك لقلوبهم نعم هذا تفصل في مجالس العلم حتى طلاب العلم يعرفون الأحكام اللي يعاملون بها من الناس نعم